حكاية بقى مهمة جداً بقى لكم كام يوم بتسمعوا عن ريكاردو سوارش مصير ريكاردو سوارش مع النادي الاهلي لو لقولكم ده بدقة شديدة هو اللي بيحصل في الكواليس بدقة شديدة ومش هبالغ ومش هزود بس أقولك اللي بيحصل بالزبط بالزبط دون إضافات صحفية ونرية وجمالية ولا كلام ده كله أنا أقولك بالزبط اللي بيحصل هل النادي الاهلي اتخذ قرار برحيل سوارش عن الفريق حتى هذه اللحظة لا هل في اتفاق في النادي الاهلي على رحيل سوارش عن النادي الاهلي حتى هذه اللحظة لا ولكن في بعض الأصوات جوه النادي الاهلي بتقول التالي أولاً سوارش ربما يكون مدرب جيد بس الظروف ما خدمتوش وإحنا مش هنخش وإحنا مش هنخش الفترة اللي جاية في أي مخاطرة في أي مخاطرة الموسم الجديد عشان نشوف أقولهلكوا إزاي عشان نشوفه ما مدرب كويس ولا مش مدرب كويس يعني الظروف الصعبة دي الظروف الصعبة اللي بيشتغل فيها سوارش دي ما تخليش أي حد يحكم عليه حكم نهاي طيب لو بدأ الموسم الجديد لو بدأ الموسم الجديد وطلع وحش طلع مش كوي يعني مش جيد مش مدرب كبير هيبقى الاهلي عنده مشكلة ليه إن سوارش دلوقتي هو اللي هيختار اللي عبين الجدد هو اللي هيختار اللي عبين الرحيلين عن الفريق هو اللي هيبدأ الموسم مع النادي الاهلي فهيبقى فيها مخاطرة كبيرة طيب المخاطرة دي جاية منين جاية إنه النحية التانية في مدرب له خبرات كبيرة جوسفالدو فريرا هتقول لي آه أنت عايز تقول لي أن فريرا أحسن من سوارش في هذه اللحظة آه فريرا أحسن من سوارش لخبرات خبرات كبيرة ده فرق أكثر من عشرين سنة في العمر وفي الخبرات عن سوارش فطبيعي يبقى فيه فرق في الإمكانيات الفنية طبيعي طيب هل ده بعد السنتين بعد ثلاثة بعد عشرة ممكن يبقى أحسن من فريرا الله أعلم ممكن بس في اللحظة دي فريرا أفضل طيب هل سوارش ممكن يقدم كورة جميلة قدام المنافس الرئيسي للنادي الأهلي الفترة اللي جاية الموسم اللي جاية بعد التجهيزات وخلافه محل شك طيب هل الأهلي الموسم اللي جاي الجديد يتحمل مرحلة الشك بعد خسار الدوري سنتين على التوالي هو ده الرأي المخالف للرأي اللي بيقول إن سوارش يعد يعني فيه رأي بيقول إن سوارش يمشي وفيه رأي بيقول إن سوارش يعد فيه قرار نهايي؟ لا طيب إيه بقى المؤكد؟ إيه بقى المؤكد؟ إنه بيبقى إن فيه رأيين في مرحلة نقاش ومرحلة بحث ومرحلة تقييم فيه ناس بتشتغل على سبيهات مدربين فيه ناس على جنب كده بيشتغلوا على سبيهات مدربين ليه؟ عشان لو سوارش مشي في أي لحظة أو الآهل اتخذ قرار برحيل سوارش في أي لحظة يبقى فيه البديل جاهز على طول طيب إيه المشكلة اللي هتواجه النادي الأهلي؟ إنه البديل البديل هيبقى عدد قليل كل الأندية وكل الدوريات بدأت أو هتبدأ خلاص فاللي سكن مدربه سكن فالمتحين قدامك بقى قليلين المتحين قدامك بقى قليلين طيب في حاجة اتطرحت برضو كالوس كيروش بالمناسبة كالوس كيروش قبل ما ييجي سوارش احنا قلنا هنا في البرنامج ده إن الأهلي مهتم أو بيفكر في كالوس كيروش ييجي يدرب الفريق وتقال وقتها جوا النادي الأهلي احنا عايزين مدرب يبقى مشروع مدرب صغير في السن يقعد مع النادي الأهلي لفترة عشان كده راحوا للسوارش مدرب وعد عمل إنجاز مع فريقه جيل في سهنتي في البرتغال وصلهم لأول مرة لدولة المؤتمر الأوروبي فالنادي الأهلي تصور إنه ده هيبقى مشروع وحطوا كالوس كيروش على جميع ما كنوش تكلمه معاه بس ده كان مطروح على الطاولة الآن كالوس كيروش مطروح أيضا على الطاولة ولم يتحدث أحد معه ولم يتحدث أحد معه في النادي الأهلي ولكنه مطروح وارد وقلت لكم من عشر تيام إن كالوس كيروش وبينجادة جايين مصر عشان مستحقتهم قبل ما يتقال خالص إن كالوس كيروش وبينجادة جايين كنا أقل لكم إحنا من زمان الكلام ده أنه كالس كيروش وبينجادة جايين مصر عشان مستحقتهم لدى اتحاد الكور ده الشيء بالشيء يذكر يعني يعني هم مش جايين لمفاوضات مع أي نادي بس سوارد أنه حد في النادي الأهل يقعد مع كيروش وهو موجود في مصر فرصة يعني أنك تتفاوض فيس تو فيس أحسن ما تتفاوض عن طريق وقلة أو عن طريق إيميليات أو تليفونات وخلافه فممكن طيب عشان كده بقولك أن سوارش حتى هذه اللحظة مصيره مش محسوم فيه ناس تتوقع بقى يقولك ايه كيه كيه السوارش ماشي ده توقع دي مش معلومة ده توقع لكن المعلومة أنه فيه مناقشة في النادي الأهل في إدارة الكورة وشركة الكورة